قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة عايز اقول لكم الفيديو ده بالتعاون مع قناة جميلة جدا جدا هي قناة سوبر دودي لصحبتها دينا حبيبة قلبي شخصية زي العسل ما شاء الله عليها وقناتها جميلة جدا ومتنوعة وفيها حاجات كتير كل اللي بتحتاجه ست البيت من ترتيب وتنزيم للبيت وافكار روعة جدا للبيت هتعجبه جدا ووصفات لأكلات حلو وحاجئ ومخبوزات وعندها برضو مشتريات وروفيهات وفيديوهاتها فعلا فعلا مميزة جدا ومفيدة جدا لكل ست بيت بطلب منكم تروحوا تشوفوا قناة دودي للي مش عارفها وتشوفوا فيديوهاتها تعجبكم جدا وتعملوا لها اشتراك في القناة ولايقات على فيديوهاتها وتسلموا لي عليها واسب لكم رابط قناة سوبر دودي في صندوق الوصفة اسفل الفيديو بتاعنا النهاردة ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا سهلا بكم معايا فيديو جديد من اسلوب حياتي في فيديو نهاردة هعمل مربة الفراولة كنت مطلوبة مني من ساعة الفيديو اللي عملته لتفريز الفراولة البنات طلبوا مني عايزين مربة الفراولة انا كنت الحقيقة مستنية ترخص شوية عشان اعملوا كده بس هي وصلت لعشرة جنيه يعني مش راجعة ترخص عن عشرة جنيه جايبة الكيلو بعشرة جنيه لو في اي اماكن بقى تاني ممكن في الاسواء الكبيرة او حاجة بتبقى ارخص من كده بس انا الحقيقة بقى قلت ما بديهاش اعمل بدان ما تغلى تاني عن عشرة جنيه هعمل اتنين كيلو لمراجي ولو رخزت عن كده هبقى اعمل تاني فانا معايا النهاردة دول اتنين كيلو فراولة غسلهم كويس جدا جدا بحطهم في طبقة اكبر منهم طبعا واغمرهم بالمية خالص ويتنيقوا شوية وبعدين انشل الفراولة خالص من المية واتخلص من المية وحطهم تاني في الطبق واغمرهم بالمية وهكذا تلات اربع مرات لغاية ملاء المية بقت شفافة وصافية خالص وما فاش اي اطربة ولا رمل من الفراولة وهحتاج مع الاتنين كيلو فراولة اكيلو واحد سكر يعني انا بعملها بمعدل الكيلو للفراولة عليه نصف كيلو سكر في ناس بتحب تزاود عن كده يعني ممكن الاتنين كيلو توصلهم لكيلو ونصف سكر بس انا بعملها يعني كده الاتنين كيلو فراولة معهم كيلو واحد سكر بتبقى طعمها يعني كويس وحلوة وما فاش اي حاجة ما بحبش يعني السكر كتير بس حسب رغبتكو زي ما بقول لكم وطبعا عايزيني نقل الفراولة لما نكون هنفرزها او هنعمل مربة او اي حاجة والكلام ده ينطبق على اي حاجة خضر او فاكهة هنفرزه او هنعمله كده مربة طبعا هتعد معانا ممكن كذا شهر بنقل حاجة بجودة عالية كده وكويسة وسليمة ما فاش اي حتة بايزة اي حتة حاجة نجيب السمرة نفسها بتاعت الفاكة او الخضار جامدة ومتمسكة ومن نوعية يعني جيدة بالشكل ده فانا كل اللي هعمله دلوقتي هقطع الفراولة معايا انا جابها هي كبيرة شوية بقطع الجزء الاخضر ده وبقطعها كده على جزئين او تلاتة على حسب حجم الفراولة اللي انتو جابينها في ساعات بتبقى فراولة صغيرة خالص دي بسيبها سليمة دي مسلا متوسطة على جزئين ولو صغيرة خالص هسيبها سليمة اه واللي حجمها كبير مسلا زي دي مسلا دي كبيرة كده بقطعها على اربع اجزاء مسلا اتنين كده بالطول وبعد كده بالعرض بتدينا اربع اجزاء كأن كل جزء كده يعني فراولة صغيرة وبقطع كل الكمية دي اللي معايا واحتاج طبعا ربع كباية لمون معصور عصير لمون يعني بس انا لسه عصوره لما اجي اعملها عشان ما يفضلش وقت طويل كده معصور خلاص كده حباية بالبي قطعت الفراولة زي ما قلتلكم بالشكل ده كل الكمال معايا لتنين كيلو هجيب طبقة بقى تاني علشان عايزة حط عليها السكر عبارة عن طبقات كده يعني في الطبق كده مثلا انا حط جزء من الفراول السوريه عما لا تقع رخها ما نجيفها ما فيهاش حاجة كده طبقة طبقة كده من الفراولة معايا وكمان الطبقة من السكر بالشكل ده هوزع الفراولة كلها هي والسكر عبارة عن طبقات وهخليهم لمدة ساعتين ما نقوع الفراولة بالسكر الحركة دي بتخلي الفراولة تنزل ميتها يعني تنزل ميتها كده اجي اسويها على النار تبقى فيها سوائل حواليها من غير احنا ما نجيف اي سوائل خارجية ليبقى النتيجة احسن يعني وفيه كمان ناس بتبايتها يعني ممكن لو ما يعني مسلا اللي عايزين تستنوا شوية تعملوا الحركة دي وتغطوها وعالتلاجة تباتل تاني يوم بس انا بكتفي يعني بساعتين هما بيبقوا كفاية بتبقى المدة دي كفاية انها تخرج لي المية بتاعت الفراولة كلها اللي موجودة فيها قبل التسوية خلاص كده خلصت كل كمية الفراولة بتاعتي والسكر طبقات طبقة فراولة طبقة سكر بالشكل ده ممكن بعد ساعة او نس ساعة اجيب المعلاقة بتاعتي واقلبها من فوق لتحت برضو عشان اتأكد ان كل السكر يدوب في خلال الساعتين ان شاء الله خلاص بعد مرور ساعتين السكر ساح خالص كده وبقى سائل وخلى الفراولة نزلت ميتها هجيب بقى الحلل اللي هساوي فيها الفراولة عن نار واصب فيها الفراولة بتاعتي بالشكل ده كلها وبقى السكر اللي في الاخر دي هنزلها طبعا كلها برضو معها خلاص كده ومعايا دي حوالي ربع كوباية ربع كوباية كده عصير لمون لسا عصرات هزا هو يعني حوالي اربع لمونات كده متوسطين معصورين وكده حطيت الفراولة بتاعتي على النار في حل زي ما احنا ملاحظين تكون واسعة شوية مش علاقة دي الفراولة بالزبط عشان هي ما بتغلي بتفور كده على فوق وعايزة مساحة تكون متوفرة كده في الحلة ما تبقاش الحلة تغيرها علشان ما تفورش على البتاجاز بتاعنا وتبهدل لنا الدنيا وانا معلية عليها النار لغاية كده ما تغلي خلاص الفراولة بتاعتنا بتغليها على النار كويس جدا هبدأ اضيف لها في المرحلة دي ربع كوباية تعصير اللموني اللي قلنا عليه هضيفهم كده كلهم مؤلب طبعا اللمون ده مادة حافظة ومادة هي كمان اللي هتساعد الفراولة انها تتماسك وتاخد القوام المطلوب وطبعا السكر برضو في حد ذاته يعني مادة حافظة اللي احنا ضيفينه على الفراولة وفي المرحلة دي بعد ما بتغلي الغالية القوية دي بهد عليها النار بقى على نار هجي خالص وقلبها كده من حين لاخر ما سيبهاش ابدا وامشي عشان ما تتلسياش وكمان ما نغطيش عليها ابدا عشان لو غطينا عليها هتفور وكل ده هيقع على البتجازوي بهد للدنيا فيا بتفضل مكشوفة كده على نار هجي وكل شوية اجي أقلبها كده بعد مرور نص ساعة النار على نار هجي زي ما قلتلكم بتظهر الريم الأبيض ضعي الجوانب كده وبيبقى تقيل كده بالشكل ده نبدأ بقى نجمعه في طبق خارجي ونشيله كله كل ما يتكون الرغوة البيضة دي نشيلها كلها ونتخلص منها بالشكل ده كل ما تظهر الرغوة دي نشيلها عشان دي لو لو عبينا بها الفراولة في النهاية بتعمل بتسبب في تلف الفراولة وانها تفسد منينا بعد ما نعبيها في البرطمانات وما ننساش طبعا نقلب كل شوية وعلى نار هجي جدا زي ما قلتلكم وكده بعد مرور ساعة عايزة أوريكو شكلها بأعمل ازاي طبعا انا بشيل الريم اللي ولتلكو عليه على طول او البول بقت صافية ومضيفة كده عايزين نعمل لها اختبار نشوفها عقدة ولا لأ او كده جاهزة للغرف ولا لأ اخد شوية من السائل تاعة الفراولة ده كده طبعا احنا ما دفناش مية ولا اي حاجة السائل ده عبارة عن السكر المساح والسائل اللي نزل من الفراول وبأجيبه كده على طبق طبق هنا كده ابيض بفرده شوية كده واجمي النص كده وعمل حز كده او بالله لو بردت بردت طبعا بالصباح كده بصوا الفرق اللي بينهم ده بيلم تاني على بعض لو لم تاني على بعض تبقى لسه هي سائلة ما قدتش كويس لو فجل فيه مسلا مكان كده فاضي بينهم تبقى عقدة كده بصوا لسه لسه سائلة سائلة لسه مجلزتش هسيبها شوية كمان نشار دقايق ولا حاجة ونختبرها تاني نختبر بقى الفراولة تاني نشوفها خلصت ولا لا بناخد شوية كده من السائل المليم على قف طبق نوزعها كده عشان تبرد وكده بنعمل بصبانة كده زي ما احنا شايفين في فرق بينهم ما يجوش على بعض كده خلاص جهزة هطفع عليها هسيبها تهدها شوية قبل ما صبها في البرتمانات دلوقتي هبدأ اعبب المربا بتاعتي في البرتمانات سبتها هي دي حاجة بسيطة ما سبهاش يعني تبرد قوي عشان هتتتماسك وتبقى مسكة يعني في الحلة بتاعتها مشاين نعرف نغرفها يعني ما تبردش تماما تهدها بس بسيط ما تكونش يعني بتغلي علشان ما نحطهاش في البرتمانات وتتكسر ولا حاجة لو درجة حرارتها عالية جدا ومعايا البرتمانات نجيفة وزي الفل كل حاجة وهسيب لكم الرابط بتاع الفيديو تعاكم البرتمانات في المايكرويف تحت في صندوق الوصف ياريت تشوفوه في طريقة تعاكم البرتمانات في المايكرويف واللي ما عندوش مايكرويف انا شرحة برضو تتعاكم ازاي في الماية المغلية وهبدأ بقى اغرف الفراولة بتاعتي في البرتمانات بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده قطع الفراولة طبعا اللي قطعناها آآ باينة تبقى باينة معنا في المربوة بتبقى جميلة جدا شوية تسائل وشوية تقطع الفكها كده باينة واضحة بتبقى طعمها طبعا جميل واحلم الجهزة بمئة مرة عايز اوريكو حاجة لبرتمان ده ملتو البرتمان ده بياخد يعني ساعة كيلو وزنه الحاجة اللي بتبقى جواه كان بتاع عصر ابيض عصر نحل بياخد كيلو اتمال اهو بس فيه تاني طبعا لسه عبيت ببرتمانات تاني بس انا عايز اوريكو بنعبيل غاية فين يعني الغاية حفت البرتمان نفسه نسخنة بس هنحاول ما نخليش مكان كده كبير هنا عشان اما نغطي ما يبقاش فيه فيه هوا وفيه فرق بين الغطى وبين المربة نفسها اه تسمح يعني بتكون بكتيريا بعد كده او اي حاجة على سطح المربة بتاعتنا فانا بغطي للاخر على قد ما اقدر بس يا دوبك ابقى سايبة شوية فراغ صغيرين على قد الغطى غطيه وبعمل بقى الكمية اللي عندي بالشكل ده وبسيب هاتيه ده بس شوية وبعدين اغطي عبت كمان برتمان تقريبا بنفس الوزن بياخد حوالي كيلو برضو مربة اه فدول اللي تلعوا دول كمان طبق ده كمان ده كمان اه طلع كده دي كمية الفراولة اللي معانا طبعا احنا عارفين البرتمان بيبقى صغير قدي كده تاما وكام دلوقتي دي ندي حاجة نديفة وقطع الفراولة باينة فيها وطبعا هي تركزت وتقلت عن الاول اهي قطع الفراولة باينة والسائل اللي حواليها ده هيتمسك شوية كده ويبقى قومها جميل جدا هنفتر ان شاء الله بقى بيهم آآ نسيبهم كده على جنبه وعبيت البرتمانين الكبار دول لغاية الاخر زي ما قالتلكم وسبتهم هجوا شوية دلوقتي بقى هغطي هغطي واحكم اللغطة كويس جدا حاول ادوس في الوسط كده واقفل لشان تتقفل معايا كويس وتبقى ايه اتبرشمت كده زي زي الشركات ما بتعملها بس الشكل ده وهم طبعا لوقتي لسه فيهم حرارة وسخنين اسيبهم لغاية ما الحرارة دي تروح منهم خالص ويبقى درجة حرارتهم زي درجة حرارة الجو العادي وبعد كده دخلهم التلاجة واستخدمهم بقى وقت ما انا عايزة وده كده كان شكل الفراولة بتاعتنا النهاردة ويا رب تكون عجبكم ان شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة ومكونات طبيعية من غير اي مادة حفزة ولا اي حاجة اضافية ولا لون ولا اي حاجة كله حاجات طبيعية كلها يا رب ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها كده وتنجح معاكم ان شاء الله وانا حاولت أوريكو كل خطوة في عمل المربة بالزبط وازاي نتأكد انها استاوت وازاي نتخلص من الريم زي ما احنا شايفين الريم الابيض او الرغوة البيضة دي بتخلص منها طول فترة سوى المربة ما تنسوش تتخلصوا منها على طول علشان تطلع في النهاية صفية ولونها جميل وصفي بالشكل ده وان شاء الله بقى ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة اللي ما اشتركش معنا واستنوني فيديو جديد من اسلوب حياتي مع السلامة